إن الكل بيعترف في لحظات الصدق إن فيه فجوة فيه جوف بيظهر بصورة حقيقية في قمة الدول المطرفة والناس اللي عايشة حياة لا ينقص شيء مادي ثم هو يبحث ثم هو يسأل إيه اللي يخلي إنسان في قمة الطرف ثم يسلم ويضحي بل ويجاهد ويضحي بماله ونفسه إيه اللي يخلي هذا مش عبس ده قد وجد شيئا لقد وجد ما ملأ هذه الفجوة جعله قد يتخلى عن أي شيء في سبيل ملأ هذه الفجوة زيك لما الفجوة دي لو امتلأت صح قد تستغني عن أشياء كثيرة وده الكمال في حالة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل عارفين الوصال في رمضان يعني يصوم أيام متتالية وما يكلش حاجة وده يعني له حكم فقه سواء التحريم أو الكراها لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يقدر عليه مع قلة مش ده تحريم المحل الفقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواصل فلما الصحابة حاولوا يواصلوا معه في رمضان في الاعتكاف في العشر أو آخر يعني كان اليوم ورا يوم ما يكلش حاجة فالصحابة حاولوا فكادوا أن يسقطوا فالنفسنا قال أنا بيكلم عن نفسه لست كهيئاتكم لما أبيت عند رب يطعمني ويسقين مش بيطعمه ويسقي الغذاء الحسي ما وجد من حلاوة المناجاة والتلذذ بالوحي صرف عنه أي احتياج لأي لذة أخرى فالجوف ده لما يمتلئ ممكن تضحي بأشياء كثيرة عند الجوف الآخر يجعلك ترضى بالقليل من مد الجوف الآخر يعني الجوف الروحي ده لما يمتلئ صح وبتقوم بتلقي الوحي يعني مثلا عرف لما صلينا العشاء خدنا ما يقارب ربعة وشوية كده تحس أنك أنت بترتوي بتشرب أنت محتاج كل شوية تقف تصلي زي كل شوية تقف تشرب كل شوية محتاج تقف تصلي أقل حد محتاجه لإنسان الطبيعي خمس فروض يعني إذا كان في واحد يقول لك أنا أقل حاجة خمس وجبات مثلا في اليوم وفي واحد بيأكل وجبة وفي واحد ثلاث أقل حد خمس فروض وبعد كده فليطوي المشاء اللي يصلي واحده عندك ما بين أطول فترتين عندك ما بين العشاء والفجر وبين الفجر والضهر عندك صلاة الضوحة وصلاة قيام الليل ليه دي جعلت زادا ده اللي عايز يرتوي أكتر ده اللي عايز يشرب أكتر اللي عايز يقرأ الوحي في الصلاة أعلى تفاعل مع الوحي بيكون في الصلاة أعلى تفاعل مع الوحي بيكون في الصلاة فالجوف لما بيمتلئ صح بيجعل الإنسان يتنازل ويتخلى عن أشياء عند الجوف الآخر اللي هو الجوف العزي مش هيتخلي تخلي مطلق لأننا سنظل بشر لأننا كنا ملائك ترجمة نانسي قنقر